الموجز القتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 113 مليون برميل خلال عام 2022 وقالت الإدارة أن صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاته لأمريكا خلال عام 2022 بلغت 113.941 ألف برميل مرتفعاً بنسبة 98% عن سنة 2021 والتي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 57.277 ألف برميل وأضافت أن على المعدلات الصادرات النفطية لأمريكا خلال العام الماضي 2022 كانت في شهر تموز حيث بلغت 16.611.000 برميل فيما كانت أقل معدل لصادرات النفطية لشهر آذار حيث بلغت 86.330 ألف برميل استحفظت شركة أرامكا السعودية على حصة 10% مما يعادل مليار سهم في الشركة الصينية البتروكوماويات رونكشينغ في صفقة تقدر قيمتها بـ 3.6 مليار دولار وذلك بهدف توسيع نشاطها في الصين وأوضحت الشركة أن صفقة تشمل تخصيص 480 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى مصفات رونكشينغ للبتروكوماويات في مقاطعة تشيغانغ الشرقية على مدى 20 عاماً وفقاً لبيان صادر عن الشركة الصينية وأضاف ترامكو أنها ستقدم واتماناً قدره 8 أو 800 مليون دولار لشركة رونكشينغ للشراء ارتفع تسعر وذهب من تراجع الدولار على الرقم من أن نتحسل الرغبة في المخاطرة بعد جهود المنظمين لتهديئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي حدت من جاذبية المعدن كملاذ نامن وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 1958 دولاراً للأوقية فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 1960 دولاراً وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ما جعل السبائك في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى تراجع تسعر النفط الخام مع تركيز الأسواق على توقعات الركود الاقتصادي الأمريكي يقابلها مؤشرات تعزيز الطلب في الصين وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 12 سنة ليصل إلى 72 دولاراً وتسعة وستين سنة للبرميل فيما خفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 38 سنة لتصل إلى 77 دولاراً وثلاثة وسبعين سنة للبرميل الواحد قالت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا أنها تدرس اتخاذ إجراء تأديبي ضد مدراء بنك كريدي سويس بعد الاضطرار إلى تدخل بنك UBS لإنقاذ ثاني أكبر بنك في سويسرا الأسبوع الماضي وأضافت الهيئة السويسرية أن مسالة البدل في اتخاذ إجراءات جديدة لا تزال مطروحة لكن التركيز الرئيس للهيئة التنظيمية ينصب على المرحلة الانتقالية لعملية الدمج والحفاظ على الاستقرار المالي ووافق بنك UBS الأسبوع الماضي على شراء بنك كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرانك سويسري من الأسهم في عملية اندماج صممتها السلطات السويسرية خلال فترة شهدت اضطرابا في سوق الخدمات المصرفية العالمية واملان إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وإلى أسعار المعاتل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجز إلى اللقاء